في سبعينيات القرن الماضي وقعت أحداث قصتنا لهذا اليوم في لبنان وتحديدا في منطقة جبل لبنان إبشامون بطل قصتنا يدعى سليمان كان ميسور الحال ويملك أراضي زراعية وثروة تعد كبيرة في ذلك الوقت لكن سليمان هذا كان حد الطباع وعصبي المزاج وكان أهل البلدة يتجنبونه فقد كان بالنسبة لهم مغرورا ومتعاليا ولما بلغ عمره الثلاثين قرر الاقتران بإحدى بنات عمه ولم يكن هدفه واحدة بعينها فثلاثتهن على قدر كبير من الجمال فأفضل عمه برغبته تلك وخاصة أن ابن العم أولى من الغريب على حد قوله فأخبره عمه بأنه عليه أن يستشيرهن وأن تم القبول فلا مانع لديه في اليوم التالي اعتذر العم أبو نادية من ابن أخيه سليمان فقد عرض على كل واحدة منهن عرضه ولكنهن أجمعن بالرفض حاول سليمان أن يعرف السبب لكن العم أخبره أن الدنيا قسمة ونصيب ولا يحق له إجبار ابنته على الزواج من أحد فهذا حقها الشرعي ثم أن العم نفسه لم يكن مقتنعا بفكرة اقتران سليمان بإحدى بناته بسبب شخصيته الحادة وسلوكه عاد سليمان منزعجا إلى بيته وهو يفكر لماذا يتم رفضه وقد ترك له والده ميراثا كبيرا ومزارع شاسعة وظل في حيرة من أمره وأرسل النساء للوساطة ولمعرفة سبب الرفض فصارحتهن البنت الصغرى بأن الرفض كان بسبب سلوكه وطبائعه بلغ سليمان الكلام وغضب غضبا شديدا ذلك لأن غروره الكبير لم يحتمل فكرة الرفض فدخل في حالة اكتئاب شديدة واعتزل الناس والعمل وقرر الرحيل إلى بلاد أخرى لا يرى فيه عمه أو بناته أو أهل القرية وبالفعل وصل سليمان السعودية وعمل بالتجارة وازدهرت تجارته ونسي أمر الزواج من الأساس وبعد أعوام التحق به شقيقه الأوسط سليم وكان سليم على النقيض من شقيقه الأكبر فكان مؤدبا وخلوقا ووفر له سليمان العمل المناسب في مقر عمله كما وفر له السكن وصار على سليم فقط أن يتزوج لتستقر أموره كاملة وبعد سنوات قرر سليم أن يتزوج ولم يفكر إلا بابنة عمه أبو نادية وكانت تدعى رانيا فالكبرى قد تزوجت ولم يبق إلا رانيا وشقيقتها الصغرى طلب سليم يد ابنة عمه التي وافقت على الفور فقد كان معروفا بأخلاقه العالية بين أهل القرية وتمت الخطبة والزواج ورجع بعدها إلى السعودية تاركا عروسه في لبنان عندما علم سليمان بالأمر اغتاض بشدة لأن عروس شقيقه هي ابنة عمه التي رفضته وكان من شأن هذا الأمر أن يعكر صفو حياته ومرت الأعوام وظل سليم وسليمان يعملان في السعودية وكانت زوجة سليم لا تزال في لبنان وكان سليم يسافر في العام مرتين ليلتقي بها وبأولاده حتى اقترح عليه سليمان أن يحضر زوجته وأولاده إلى السعودية خاصة أن تكاليف السفر في ذلك الوقت كانت باهضة كما أن الاتصال لم يكن متاحا كما هو اليوم وبالفعل أحضر سليم زوجته وأولاده إلى السعودية لكن سليمان لم ينسى حقده القديم وكان يكره رؤية زوجة أخيه ليس هذا فحسب بل حاول أن يوقع بينهما البغضاء فسليم شقيقه يثق به ثقة عمياء ولم يخطر بباله أن حقد أخيه يغذي الشيطان الذي يسكنه فقال له ذات مرة اسمع يا أخي انتبه إلى ما يدور ببيتك فزوجتك تتصرف بغرابة فمرة دخلت إلى البيت وكانت على الهاتف وأغلقت سماعة الهاتف بسرعة وبدأ عليها التوتر لم يلقي سليم بالا لكلام سليمان ولكن الأخير لم يكتفي عند هذا الحد بل حاكم كيدة أعجزت إبليس نفسه أحضر إحدى النساء إلى سليم لتشهد أن زوجته تبيع الحبوب المنومة لنساء الحي ليضعنها لأزواجهن في الطعام وكي ينفردن بعشاقهن ووقتها كانت تلك الحبوب تعتبر بالغة الخطورة ثم انفرد سليمان بشقيقه وقام بإقناعه أن يقوم بتفتيش المنزل وإن كانت تبيعها فلابد أنها تقوم باستخدامها له ما بين مصدق ومكذب هرع سليم إلى بيته يفتش في أدراج غرفة نومه وبالفعل وجد شريطا يحوي حبوبا منومة جن جنونه وراح يصرخ على زوجته وهي لا تفهم ما الذي يحدث بالطبع لم تكن تعرف مصدر تلك الحبوب ذلك لإن سليمان قد وضعها على غفلة منها وتحولت حياة سليم إلى جحيم وصار يعد أنفاس زوجته ولم يذق من يدها طعاما أو حتى يشرب شربة ماء وبعد هذه القصة اختفت العائلة بالكامل مضت ثلاث سنوات وأبو نادية لم يصله خبرا عنهم فالهواتف لم تكن متاحة وحتى الرسائل البريدية لم يتمكن من إرسالها لعدم معرفة عنوينهم وكان كلما مر على القرية زائر من السعودية هرع إليه يسأل عن أبناء شقيقه وابنته وأولادها ودائما ما كان يصاب بخيبة أمل فالسعودية دولة كبيرة وليس من السهل العثور على أحد فيها وكان أبو نادية كمن يبحث عن إبرة في كومة قش حتى مضت خمس سنوات بدون أن يسمع عنهم خبرا يذكر وفي أحد المرات تقابل مع رجل قادم من مدينة السويداء في سوريا وكان ذلك الرجل في زيارة لأحد أقاربه فعرف الرجل أبا نادية ثم أخبره أنه يعرفه من أبناء شقيقه لأنهم يعيشون في المدينة ذاتها فقال أبو نادية ربما اختلطت عليك الأسماء فقاطعه الرجل أنا متأكد سليم وزوجته وأولاده الثلاثة وشقيقه الأكبر سليمان عادوا من السعودية قبل خمس سنوات واستقروا في سوريا اطمأن أبو نادية بعد سماع أن ابنته بخير ولكن ثم تغسط تحول دون سكون قلبه أما سليمان فكان قد تزوج بفتاة تصغره بخمسة عشرة عاما ولكنه قام بتطليقها بعد شهرين وكان لتلك الفتاة شقيق يدعى سامي وكان صديقا لسليمان ولذلك وافق على زواجه منها وعندما طلقها الأخير غضب وأقسم أن ينتقم منه فماذا سيقول الناس عن شقيقته المطلقة بعد شهرين من زواجها فقط وعندما سأل سامي شقيقته عن سبب الطلاق قالت إنه مجنون عصبي المزاج وطوال الوقت لا يكلم أحدا ثم إنه لا يستطيع النوم إلا إذا تناول حبوبا منوما وشاء الله تعالى أن يلتقي سامي بالرجل الذي زار أبا نادية وجرى بينهما حديث حول سليمان الذي قام بتطليق شقيقته فقال الرجل لسامي أتعلم أن عمهم لم يرى ابنته منذ خمس سنوات فاستغرب سامي وبدأ بربط الخيوط ببعضها فلماذا ترك سليمان السعودية ولماذا يعاني من حالة اكتئاب فأي ذنب اقترفت يداه كي يحرم من النوم هكذا فبدأ يسأل شقيقته عن حال سليم وزوجته ولماذا لم تزور والدها كل هذه المدة فقالت شقيقته لا فسليم ليس متزوجا من ابنة عمه لقد تزوج فتاة من سوريا فابنة عمه توفيت في السعودية منذ زمن فتزوج بإخرى لتربي له أولاده وبدأت الأسئلة تنهال على رأس سامي لماذا لم يخبروا والدها بوفاتها لا بد أن أمرا ما قد حدث ولأن سامي أراد الثأر لشقيقته لم يجد بدا من السفر إلى لبنان ومقابلة أبي نادية لإخباره بالقصة كاملة وبالفعل وصل سامي إلى بيت أبي نادية وبعد أن عرفه على نفسه أخبره بما جرى بينه وبين شقيقته وأن ابنته قد توفيت منذ خمس سنوات منهر أبو نادية عند سماع كلام سامي في البداية لم يصدق ولكن ما إن استجمع رباطة جأشه حتى راح يتوعد ويهدد بالانتقام من سليم وشقيقه فكيف لهم أن يخفو أمرا كهذا عنه ولماذا لم يتم دفنها هنا وكيف توفيت وأقسم أن يشرب من دمه إذا لم يحضر سليمان وشقيقه لإخباره بما حدث وبالفعل حضر سليمان إلى عمه وأخبره أن ابنته توفيت غرقا لقد كانت على متن قارب عندما اختل توازنها وسقطت في المياه حاولنا إنقاذها ولم نفلح كانت الروح قد فاضت إلى بارئها أما لماذا لم نخبرك فقد خشينا أن تهلك حزنا على فقدانها ولم يكن في نيتنا السوء لكن أبا نادية لم يكن مقتنعا بكلمة واحدة مما سمع بل ظل مصرا على معرفة الحقيقة كاملة فتوجه إلى أحد الشخصيات المعروفة في لبنان وأخبره القصة كاملة فتواصل بدوره مع الخارجية اللبنانية وسفارتها في السعودية للتأكد من حادثة غرق رانيا لكن السلطات السعودية أكدت حادثة الغرق لكن سامي لم يفتر عن انتقامه لسليمان فحتى لو ماتت غرقا فلا مبرر أمامهم في إخفاء الأمر عن والدها لذلك واصل بحثه لمعرفة الحقيقة وبناء على إلحاح أبو نادي المستمر قررت الخارجية اللبنانية فتح ملف القضية من جديد وإحالتها إلى القضاء اللبناني وخاصة بعد ظهور ملابسات جديدة في القضية فلماذا لم ترتدي رانيا زي السلامة ولماذا لم يتم اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامتها وتم استدعاء كل من سليم وسليمان إلى المحكمة ومع إنكار سليمان المستمر وأنه قد قام قبل الحادثة بأيام بإصدار تذاكر سفر لهم جميعا بما فيهم رانيا فقد كادت القضية أن تغلق ولكن شهد شاهد من أهلها قلب مسار القضية رأسا على عقب عندما انفردت ابنة رانيا بجدها أبي نادية أخبرته الحقيقة قالت لقد قام عمي سليمان بإغراق أمي قام بدفعها إلى البحر حاول أبي تغطية أعيننا ولكنني استطعت أن أراه كانت كلما رفعت رأسها دفعها بقدمه نحو القاع أما أبي فلم يحرك ساكنا كانت ابنة رانيا قد بلغت العاشرة أي أنها كانت في الخامسة من عمرها عندما شهدت مقتل أمها على يد عمها وسيق سليمان وسليم إلى المحكمة واعترف سليمان أخيرا بكل شيء واعترف بأنه افترى على رانيا ظلما وزورا لأنها رفضت الزواج منه وأنه قام بقتلها بالاتفاق مع شقيقه سليم وحكم على الشقيقين بالإعدام شنقا حتى الموت وضم أبو نادية أحفاده إلى صدره بعد أن باتوا أيتاما بسبب نيران الحقد والغيرة التي لم تحرق سوى أصحابها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر